موسيقى مساء الخير بينما كان النووي الإيراني يبحث في إسطنبول كشف الكيميائي السوري عن وجهه ففي عامها الثاني دخلت الأزمة السورية منعطف الكيميائي بصاروخ معارض أطلق من النيرب وانفجر في حلب وتناثرت شضاياه اتهامات واتهامات مضادة وأخرى عابرة للحدود فتأهبت المواقف الدولية واشنطن وصفته بمحاولة من النظام لتشويه صورة المعارضة إيران رأت فيه تصعيدا خطرا ومبررا للتدخل الأجنبي في سوريا فرنسا التي غردت أخيرا خارج سرب الأوروبي وجهرت وبريطانيا في تسليح المعارضة خرج منها صوت أحد قادة معارضتها فرنسوا فيون ليقول بدلا من تزويد المعارضة السلاح أقنع الروس بفرد حظر جوي أما لندن فهددت برد جاد مع إعادة النظر في موقفها لكن الخبر اليقين يبقى عند روسيا وهي أم العارفين بمكان من السلاح وأنواعه النظام رد صاع الاتهام بمؤتمر مقتضب لنائب وزير خارجيته فيصل المقداد الذي اتصل بسفراء الدول الكبرى في مجلس الأمن وأبلغهم أن بلاده وبعد الحملة الدعائية حول استعمال سلاح الدمار الشامل قطعت وعدا في حال امتلاكها هذا السلاح بعدم استعماله ضد شعبها ومن خان العسل إلى جرود عرسال نيران صديقة عابرة للحدود ترك الرد عليها للقنوات الدبلوماسية بتكليف من رئيس الجمهورية تكليف من نوع آخر سلك اليوم من المجلس الإسلامي الشعي الأعلى باتجاه المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى بوفد علمائي شعي التقى مفتي الجمهورية مستنكرا حادث الخندق الغميق وكان اتفاق في الرأي بأن من دبر للفتنة خاب ظنه ومن زيارة وأد الفتنة إلى زيارة الذل والعار حيث تتجه الأنظار غدا الأربعاء إلى الأراضي المحتلة التي يصلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما خاطبا ود رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو الذي ألغى حل الدولتين واستمر في سياسة قدم الأراضي وبناء المستوطنات وقاد معركة عرقلة وصول أوباما إلى سدة الرئاسة الثانية وخاد حرب غزة بالقنابل الذكية الأمريكية أوباما سيقدم الطاعة غدا لنتنياهو وأنتم أيها العرب مستمرون في أداء قسم الولاء للأمريكي فماذا تتوقعون وإلى متى تستمرون في الرهان على الحصان الخاسر في سوريا النظام والمعارضة يتبادلان التهم في استعمال السلاح الكيميائي والإتلاف السوري المعارض يختار الكردي غسان هيتو رئيسا لأول حكومة انتقالية اتهم النظام السوري المعارضة باستعمال السلاح الكيميائي في حلب وإسقاط ضحايا وأكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مؤتمر صحفي أن نظام الأسد لا يمكن أن يستعمل أسلحة مماثلة تحت أي ظرف مؤكدا أن سوريا ماضية في محاربة الإرهاب استشأد حتى الآن ما يزيد عن 21 مواطنا مدنيا وعشرة من الجنود السوريين الذين كانوا قرب مكان الانفجار هذه جريمة أخرى تضعف إلى سجل المجموعات الإرهابية المدعومة من بعض الدول العربية في الخليج ومن قبل الدول الغربية ومن قبل تركيا بشكل خاص والتي نحملها مسؤولية الجرائم التي تقع ضد المدنيين الأبرياء والدمار الذي يحدث في سوريا المعارضون المسلحون من جهتهم نفوا هذا الاتهام محملين دمشق المسؤولية وقال أحد الناطقين باسم الجيش السوري الحر لؤي مقداد إن الجيش السوري استهدف خان العسل مؤكدا أن المعارضة لا تملك صاروخا بعيد المدى ولا سلاحا كيميائيا لكن روسيا ذكرت في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن لديها معلومات تفيد أن المعارضين السوريين استعملوا أسلحة كيميائية مبدية قلقا بالغا بهذا الشأن فيما أعلن البيت الأبيض أنه لا يملك أي دليل على أن المعارضين استعملوا أسلحة مماثلة ليس لدينا دليل على أن المعارضة استعملت أسلحة كيميائية ونحن نحذر نظام الأسد من التذرع بهذه الاتهامات لاستعمال هذه الأسلحة تركيا من جهتها وعلى لسان رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان أكدت أن النظام السوري هو من يستعمل الأسلحة الكيميائية أما بريطانيا فأكدت أن أي استعمال للأسلحة الكيميائية في سوريا يستدعي ردا جدا من المجتمع الدولي في حين أعرب أحد قادة المعارضة الكبار في فرنسا رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون عن معارضته تزويد المعارضة السورية أسلحة معتبرا أنه يجب بدلا من ذلك إقناع الروس بفرض حظر جويا على سوريا لمنع القصف في تركيا أصبح رجل الأعمال الكردي الهوية الأمريكي الهوى غسان هيتو بعد أن استحضر على عجل من أمريكا رئيسا لأول حكومة انتقالية في انتخابات نظمها الائتلاف السوري المعارض وسط رعاية أوروبية خليجية وتحفظ أمريكي أمامي ويفترض برئيس الحكومة الانتقالية أن يختار أعضاء حكومته ثم أن يعرضها على الائتلاف لإقرارها قبل الانتقال إلى الداخل السوري للاستقرار في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة وظهر رئيس الائتلاف معاذ الخطيب وهو يهني هيتو بمنصبه وبعد انتخابه وعد هيتو بإعلان المشروع الخاص بمستقبل سوريا الأربعاء مؤكدا رفضه أي حوار مع نظام الرئيس بشار الأسد أشكر كل من منحني ثقته الغالية وأعاهد الله عز وجل وإيامه أن أبدل كل ما بوسعي للقيام بمهمة لا أراها مقامة شريف بل هي موقع تكليف ومسؤولية تفرض علي أن أخدم شعبي ووطني وهذه الثورة المباركة هيتو القادم من عالم الاتصالات عمل على مدى 25 عاما في شركات عالمية للاتصالات وهو المدير التنفيذي في شركة لتكنولوجيا الاتصالات في أمريكا وعمل خلال الأزمة السورية في مجالات الإغاثة كما تفرغ لتأسيس وإدارة وحدة الدعم الإغاثي والإنساني في الاتلاف رئيس الجمهورية العماد ميشيل السيمان يرفض الانتهاك السوري للأراضي اللبنانية ويترك للدبلوماسية الرد على الخرق العسكري قصف سوري جوي لأراضي لبنانية خبر كان كافيا لإعادة عقارب الذاكرة إلى عام 90 يوم دكت الطائرات السورية القصر الجمهورية في بعبدة فكانت السيادة أولى الضحايا ولألا يستكمل شريط الذاكرة هبى رئيس الجمهورية نصرة للسيادة مكلفا وزير الخارجية توجيه رسالة احتجاج إلى السلطات السورية لوقف انتهاكاتها هذا القصف لم يفاجئني تطور الأمور كان يجعل بأننا سنصل في لحظة أو في أخرى إلى هكذا واقع مرير لأن هذا عمل عدائي وهذا خرق أيضا للاتفاقات الأمنية الموقعة بين البلدين وفقا للمعاهدة فلنقول بأن إن كانت الدولة اللبنانية مقصرة في تنفيذ النائب النفس وإن كان الشعب اللبناني أيضا يعني غير ملتزم بهذا الموضوع كما يجب أن يكون بشكل مطلق فأيضا إن على الدولة السورية كامت بعملية استفزاز كبيرة وبانتهاك كبير لفعلا لسيادة هذا البلد لسنا في حال حرب على سوريا على هذه القاعدة يعول المتفائلون بالديبلوماسية أما المتشائمون فيخافون أن يكرر التاريخ نفسه الضعف في ردة الفعل ستشجع في النتيجة أو ستستهين بردات فعل كهذه مستقبلية ومن هنا أنا أعتقد بأن على الدولة اللبنانية أن تتخذ عبر الطرق ديبلوماسية على درجات فعلا الاعتراض والاحتجاج على ما حصل كي يفهم من هذا الأمر بأن تكرار هذا الأمر سيذهب باتجاه فعلا تعكير العلاقات أو نسبة مرتفعة من الاحتجاج تكون تتمثل باستدعاء السفير وتسليم المذكرة خطية أو إرسال مذكرة خطية من الخارجية اللبنانية إلى الخارجية السورية وعندي أنا ملاحظة لا أدري لماذا تأخر لبنان ولم يجب خطيا على المذكرة السورية مساودة المذكرة اللبنانية لم تصغ بعد وتقول المعلومات إن دويها لن يكون أقوى من صوت القذائف العابرة للحدود إذن الطيران السوري يخترق الأجواء اللبنانية ويقصف داخل أراضيها فما هي المناطق التي استهدفت وكم تبعد عن الحدود لم يمر أكثر من أسبوع من الإنذار السوري للبنان لضبط الفلتان على الحدود لجهة دخول السلاح والمسلحين خصوصا الشرقية منها والشمالية حتى جاء الرد السوري قبل اللبناني ففي قرق هو الأول جويا نفذ الطيران الحربي السوري غارات عدة على جرود عرسال وعلى الرغم من بعدها عن المناطق السكنية فإنها تبقى جزءا من الأراضي اللبنانية المناطق التي قصفها الطيران بما لا يقل عن خمسة صواريخ هي مناطق محاذية للحدود السورية وهي مناطق جردية نائية لا سكن فيها ولا بنيان ما عدا بضعة بيوت مهجورة يعتقد أن الجيش السوري استهدفها لاجتباهه في وجود أفراد من الجيش الحري فيها خصوصا أنهم يتنقلون بحرية بين الحدود في هذه المناطق الوعرة هذه المنطقة تبعد عن عرسال البلدة كيلومترات عدة ويفصلها عنها ما يقارب أربعين جبلا حتى أن صوت القصف سمع في البلدة على نحو خفيف الجانب السوري نفى بلسان خارجيته الأمر نفيا قاطعا لكن معلومات صحفية نقلت عن مصدر سوري مسؤول قوله أنه لا يستبعد أن تتكرر العمليات العسكرية السورية باستهداف مراكز المسلحين بعد عجل لبنان عن الوفاء بالتزاماته الحدودية وأكمل المصدر أن القرار اتخذ في سوريا ويقضي بملاحقة المجموعات المسلحة وضربها في لبنان قبل دخولها الأراضي السورية وفد من المجلس الإسلامي الشعي الأعلى يزور دار الفتوى ويستنكر الاعتداء على المشايخ جاءت زيارة وفد المجلس الإسلامي الشعي الأعلى لدار الفتوى لتتوج الاتصالات التي لم تنقطع بين الطرفين منذ لحظة الأولى للاعتداء على المشايخ الوفد الذي رأسه المفتي الجعفري أحمد قبلان ضم إمام مسجد خندق الغميق والتقى مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني في أجواء إيجابية أجمع فيها الطرفان على وجهة نظر بأن الحادث انذار مسبق من أجل العمل لتمتين الوحدة الإسلامية ومنع الفتنة لقد قدمنا إلى هذه الدار الكريمة الوطنية العزيزة متضامنين متكاتفين مع موقف سماحة المفتي الدكتور الشيخ محمد رشيد قباني مؤكدين استنكارنا وإدانتنا لكل ما حصل من مشكلات في الأمس القريب من تعديات على المشايخ الأعزاء الأجلاء حرمنا بل أكدنا حرمة الفتنة السنية الشيعية بل أكدنا حرمة الفتنة فيما بين اللبنانيين جميعاً وخاب ظنه من يدبرون ومن يقف وراءهم ونحن كما قلت لا نتهم جهة لأنه قد تكون هناك جهة أخرى خارجة عن البيئة التي قام هؤلاء بهذا العمل فيها قد تكون هناك جهة اشترتهم ووظفتهم للقيام بهذا العمل هذا أضعه فقط بين يد القضاء لأننا لا نحكم إطلاقاً والبلد معرضة وفي كل صاف وفي صفوفنا نحن كلنا جميعاً يوجد أمثال هؤلاء المنافرين وتعليقاً على ما يتعرض له الإعلاميون في لبنان من اعتداءات كان لقبان رسالة لافتة حدثت في اليومين الماضيين اعتداءات على أجلزة إعلام وخاصة على قناة نيو تيفي كسرت آلاتهم في طرابولوس وأيضاً في البقاع وحتى أنا عندما كنت أمس في مستشفى المقاصد أمام الشيخين عندما قالوا اتفضلوا الإعلاميين فانبرأ أحدهم بصوت عريق قال لا تدخل نيو تيفي فأسكتوا الجميع وقلتم لهم تدخل نيو تيفي وتدخل كل الوسائل وإياكم من هذه الحماقة هذه أجلزة إعلام تنقل الواقع أنتم تريدون أن تنقل الصورة كما أنتم تريدون ولا تنقل الصورة الأخرى الوفد عاد الشيخين في منزلهما أما قضائياً فأمر المدعي العام التمييزي حاتم ماضي بتوقيف السبعة أشخاص يشتبه في طورتهم في الحادث فيما عادت الأوضاع إلى طبيعتها في شوارع بيروت في ظل انتشار مكثف للقوى الأمنية والجيش الجيش يواصل مهماته بمنع قطع طرقات رئيس الجمهورية يدعو القضاء إلى تنفيذ أقصى العقوبات بحق المعتدين على المشايخ إضراب هيئة التنسيق يدخل شهره الثاني وأخبار أخرى في بانوراما محلية للزميل باسل العريدي حاولت مجموعة من الشبان قطع الطريق عند تقاطع مستديرة الكولة الطريق الجديدة بالمستوعبات والدواليب المحتريقة وفيما كانت عناصر الجيش تحاول فتح الطريق تم إلقاء قنبلة مولوتوف باتجاههم ما دفع بالعناصر الأمنية إلى الرد باستعمال القنابل المسيلة للدموع لتفريق المجموعة وبعد دقائق على هذه المواجهات تم إعادة فتح الطريق أمام السيارة القشبان يستقلان دراجة نارية زجاجة حارقة على حائط الموقف التابع لدار الفتوى ما أدى إلى اشتعال أحد مستوعبات النفايات وحاول بعض الشبان المتواجدين في المنطقة توقيف الفاعلين إلا أنهم لم يتمكنوا وقاموا بإطفاء النيران وعلى الأثر حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشروا بتحقيقاتهم الشيخ خالد عثمان أكد أن رسائل الفتنة لن تمر وأن دار الفتوى خط أحمر داع رئيس الجمهورية ميشيل سليمان القضاء اللبناني إلى إنفاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين على المشايخ لتكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب ارتكابات كهذا وقال قد تحصل ممارسات شاذة أحياناً لكنها لن تصل إلى اضطرابات عامة مؤكداً حرص المرجعيات اللبنانية كافة على الاستقرار الأمني وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجيري جودلاك جوناثن في أبو جاء أكد الرئيسان على متابعة قضية المخطفين اللبنانيين في نيجيريا من أجل تحريرهما في أسرع وقت أبدى تجمع النواب والشخصيات المسيحية المستقلة عقب اجتماعاً له في مكتب النائب بطرس حرب خشيتهم من أن تؤدي الصراعات السياسية إلى الإطاحة بالانتخابات وأشار حرب إلى أن فريق الثامن من أذار وخصوصاً النائب مشالعون متمسك بقانونين متناقضين هما الأرتودوكسي أو لبنان دائرة واحدة مع النسبية معتبراً أن الهدف هو ضرب الانتخابات استنكر رئيس تكاتل التغيير والإصلاح النائب مشالعون الاعتداء على المشايخ وجدد التأكيد أنه ممنوع المس بحقوق المسيحيين في قانون الانتخابات معتبراً أن تضيع الوقت هدفه إيصال لبنان إلى الفراغ أو الفوضى من عرضت عليه ولا صلاة وفقية ما بعد الشصار بروما أنا ببيروت ما هتلاعب بتمثيل المسيحيين نقطة إلى السطر غير مقبول وما بقى فيه مفاوضة أذا بدهم اللي بدهم يقروا يقروا منهم ما يسأل مرعينه أذا انتخبنا دائرة واحدة كل اللبنانية متراصين بين كل الطواف الفريق الربحين والفريق القصران كيف يكون ضرب للطائف نكون عم بخلق وضع أكبر من الطائف بخمسمائة ألف مرة وأحسن من الطائف شو الطائف طائف خرج مأسبة لكان اتفاق حذرت كتلة المستقبل من خطر النفخ في نار الفتنة كما دانت الاعتداءات السورية على السيادة اللبنانية مشيدة بموقف الرئيس ميشيل سليمان تحمل الحكومة مسئولية الفلتان الأمني بسبب التراخي الذي تمارسه أمام ظاهرة السلاح الخارج عن الشرعية وتطالبها بالقبض على جميع الفاعلين وبالكشف عن من خطط لهذه الجريمة وحرض عليها ويقف خلف من ارتكبها وتطلب من مجلس الوزراء إحالة القضية إلى المجلس العدلي بكونها جريمة تهدد السلم الأهلي في لبنان أنهيت هيئة التنسيق النقابية شهرها الأول من إضرابها المتواصل باعتصام أمام وزارة العدل وألقيت خلاله كلمات عدة شددت على ضرورة إقرار السلسلة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة مؤكدة أن هيئة التنسيق ستسجل انتصاراً للوطنية على الانقسامات الطائفية والمذهبية إذا أحيلت السلسلة إلى مجلس النواب ومن ثم انتقل المعتصمون إلى مبنى التافئة وسط تواجد أمني كثيف تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للأراضي الفلسطينية أضرب الأسير سامر العيساوي عن تناول الفيتامينات والماء وهو يعاني أوضاعاً صحية خطرة جداً أكثر من 240 يوماً مر على إضراب الأسير سامر العيساوي وسلطات الاحتلال تتنكر لحقه في التحرر وتخيره ما بين السجن أو الإبعاد أما هو فإرادته صلبة لا تكسر وصوب عينيه خياران لا ثالث لهما إما العودة إلى بلدته العيسوية وإما الشهادة المطروح إسرائيلياً حتى هذه اللحظة إما عادت اعتقاله ليقضي 20 سنة متبقية كانت من حكمه السابق أو الإبعاد الأسير سامر أصل موقف مع المحامين بأنه مستمر بالإضراب لن يتوقف عن الإضراب إلا بالحرية أو الشهادة ويرفض الإبعاد عائلة سامر أنهكت لكثرة قلقها على ابنها حيث لا يكاد يمر يوم دون أن تسمع أنباء عن تدهور حالته الصحية أنا أتمنى من الله كل واحد كل إيم تعتبر نفسها سامر ابنها وكل أب وكل مسؤول وكل حر شريف أهل وطن وخرج الوطن يفكر في سامر اللي مضرب عن الطعام 240 يوم لما يأكل يتذكر سامر لما ينام يتذكر سامر لما يوجع واشي يتذكر سامر لأنه سامر ليل النهار بتألم وبتواجه سبعة أسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في معتقلات الاحتلال إلى جانب الأسير العساوي الذي بات بإضرابه المتواصل منذ ثمانية شهور صاحب أطول إضراب في التاريخ سامر وضعه الصحي خطير هو اليوم وزنه 45 كيلو بعد أن كان 80 كيلو أيضا لديه ضعف في عضلة القلب العساوية بلد البطل سامر لا تزال تترقب عودته لعله يتحرر ليعود ويتجول في أرجائها وبين أزقة مدينة القدس قالوا فيه سامر العساوي لا زال حيا يرفض المحكمة وسيناريوهات الأعدام يرفض الإبعاد إلى المنفى خارج جاذبية القدس ويرفض أي حوار بين جوعه ولائحة الاتهام لأن الحرية لا تحتاج إلى حبل للنجاة لقناة الجديد نبل فرسخ رامض المحتلة العدو الإسرائيلي يضمن الحماية لنفسه والسيطرة على غاز الأراضي الفلسطينية المحتلة باتفاق مع روسيا وقع العدو الإسرائيلي اتفاقية مع غاز بروم الشركة الروسية العملاقة في مجال الغاز ما يوفر لها حقا حصريا بثلاثة ألاف طن سنويا من الغاز على مدار عشرين عاما لكن في المقابل وفر الكيان الإسرائيلي لنفسه حماية روسية وغطاء لاستغلال غاز الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون عقبات بعدما لم تعد الحماية الأمريكية التكفيه في منطقة يهيمن عليها الروس فغاز بروم شركة روسية ولموسكو بالطبع النفوذ الأكبر في منطقة الشرق الأوسط نفوذ امتداده يطال سوريا وإيران سياسيا فضلا عن نفوذ من نوع آخر يتمثل في وجود أكثر من مليون ومئتي ألف يهودي ومسيحي من أصل روسي يقطنون الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصل ثمانية ملايين هم سكان الكيان النفوذ الروسي يشمل أيضا المسيحيين العرب الذين يشكلون أربعة في المئة من سكان الشرق الأوسط وبالتالي فإن موطئ القدم الروسية راسخة في هذه المنطقة وهو ما أدركته إسرائيل وسعت لاستغلاله فمفتاح حلول السلام باليد الروسية والأخطر من كل ذلك أن الغاز هو السبب الرئيس الذي يكمن خلف الحرب الدائرة في سوريا وخلف التوترات الدائمة في لبنان فقد تمكنت إسرائيل من خلال حرب سوريا وتوترات لبنان من عرقلة إنتاج الغاز في البلدين على حد سواء لصالح تعزيز إنتاجها علما أن في البلدين كميات غاز تضاهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة البابا فرانسيس يخلف القديس بوتروس رسميا ويدعو القادة السياسيين إلى عدم السماح لعلامات الدمار والموت بأن تواكب مسيرة العالم في يوم طولية البابا فرانسيس على رأس الكنيسة الكاثوليكية كما في يوم انتخابه قبل أسبوع أمواج بشرية قدرت بأكثر من مئة ألف شخص ومئات رؤساء الدول والحكومات ضاقت بها ساحة القديس بوتروس في الفاتيقان قدمت منذ السادس صباحا من القرات الخمس لسيما من الأرجنتين بلده الأم وحتى من لبنان للمشاركة في حفل الخلافة البوتروسية فمن دون عزل وقائي شقت البابا موبيلي طريقها بين الحشود الغفيرة في ساحة القديس بوتروس حيث حرص الحبر الأعظم على مباركة المؤمنين وعلى التوقف مرات عدة لمصافحة بعضهم شخصيا هذا في فناء الكاتدرائية أما في داخلها فقد استهل البابا القداس الاحتفالي بزيارة قبر القديس بوتروس مؤسس الكنيسة وصلى جاثيا أمامه بعدها تسلم شاراته الحبرية حيث وضع الكاردنال الفرنسي جون لوي توران على كتفيه الدرع الذي يلبس فوق البطرشيل وهو الدرع الذي لبسه سلفه بناديكتوس السادس عشر ثم وضع عميد مجمع الكاردنال الإيطالي أنجلو سودانو في يده اليمنى خاتم الصياد البابا فرانسيس وفي عضاته التي اتسمت بنبرة فرانسيسكانية شديدة الوضوح وجه رسائل على أكثر من صعيد وأكد أن السلطة الحقيقية للبابا هي الخدمة المتواضعة والحقيقية داعيا المسيحيين إلى فتح أيديهم للعالم خصوصا إلى الفقراء والمهمشين يجب أن يكون لدينا رجاء رغم كل اليأس المفقود وأمام كل حالات اليأس في العالم نحن بحاجة إلى رجاء جديد أدعو المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين إلى عدم السماح لعلامات الدمار والموت بأن تواكب مسيرة العالم ودعا الحبر الأعظم الجميع إلى الصلاة من أجله طالبا شفاعة العذراء مريم والقديس يوسف والذي صدف عيده مع تولي فرانسيس الخلافة البطرسية ننتقل الآن إلى النشأة الفنية روزا مينا شادي مصر خير؟ مصر خير رائد الليلة راح نكون بتغطية لأول عرض لمسرحية إربية تنحل زملائنا بقناة الجديد بتعرف بأنه عادة دايما بس يكون في برامج كوميدية ناجحة بينقلوا تجربة التليفزيون على المسرح هيدا ملنا أول تجربة لألون كيف الأجواء كانت من الحضور اللي كانوا موجودين راح نتبع سوا صدر بعد ثقة المشاهدين التي نالها برنامج إربية تنحل عبر الجديد ها هي تجربتهم المسرحية الثالثة تبصر النور برؤية المخرج إليف غالي الذي يعالج مواضيع سياسية واقتصادية وفنية ضمن قالب كوميدي مضحق من واقع مبكي ها هي شفلي شار غالا هيتا نعلي ها ها هي شفلي شار أبدا من الباقي بونتير انتو كتير شافين بالطبخ بس تعريس تيتا لطيفة بتباقي من أكتر ليش لأنه بتشبهتهم أكتر عاكم بتجيب حدا هو يطبخ له واو نحفوني يا عالم طب انت بتعرفي لش تيتا لطيفة ما زالجي بتشيرتزا بتعرفي لش تيتا لطيفة دايما دايما بتحرغ البصل هيو عالطبخ لا لا تبايد ويجمع جنرالي شو خاصة جنرالي ما جنراليك بتضل بصلت ومحرورة اللي راح جاء المسرحية راح يشوف لبنان مصرر بسعتين وقت يعني شوية من كل شي شوية عن الفن بلبنان شوية عن السياس بلبنان شوية عن المجتمع بلبنان شوية عننا نحنا كشباب شوية عن كل بيئة كل مجتمع كيف بفكر متنوعة المسرحية فيها من كل شي وفيها سياسية أكيد كمان هلا نحن منحس إن شعب اللبناني بيحب الحياة متل ما بحب يحضر ربطنحل على تليفزيون ولا مرة سفهنا عطول إجا حضر ربطنحل على المسرح هلا أكيد في مخاطرة في خوف يعني اللبنانية كلهم عايشين بنوع من الحزر لازم لبنان يضلوا الوجل بعقد بالشرق متل ما طولوا عمرو كان ما يحطمونا أكتر مما نحنا محطامين بليز خلينا نعمل وطن متل العالم والخلق وبالفن أكيد عمي سمعت إنه الرئيس الأسر قدو يرجع على ضد العيون بس تخرج الأزمة في سوريا بيكون باطل يقشع هادي ثالث مسرحية بنعملها كأربة تنحل حضور كان هائل كتر خير الله يعني أول مسرحية وتاني مسرحية ومنتأمل الوضع الأمني روق نستمر بتالت واحدة يعني ما في تجريح أكيد يعني للشخصيات السياسية نحنا عم ننتقل مواقف سياسية ضمن المونروج طبع يعني السياسة نحنا أسيسا عم ننقل عن أرض الواقع بس بقالب كوميدي ساخر يلي ما بنسترجي نعمله على التيفي عم نحطه على المسرح لأنه بالنهاية التيفي في ولاد عم تحضر في شي ما بتمرقوا مش معناتها حتى ما يروح راسك إنه مش شي جنسي بس في أمور محدودة تبويات ما فيك تتخطاها على التيفي لأنه الحضور بيكون أكبر المسرح بيكون منطقة يعني بيجوا بيدفعوا الناس لا يحضروا هيدا العمل ليك قبل ما تيجي كنت عم تفتش بيول مجالات لقيتهم كلهم سياسية إذا كتحب السياسي أم كتير أنا مسأقف بحب السياسي وحب رجال السياسي كمان لأ أنا بيضلوا مقاعدين على إخوات شي هاي معكو هاي معكو مش هيدي شغلتكم هايدي المسارح هي دليل حضارة البلد هي اللي بتعبر تعبير سليم عن البجول براس الناس بصورة فيها فكهة فيها تسلي فيها ترويح عن إرادة الناس خصوصا بظل الظروف الأمليجية كتير حلوة المسرحية فعلا وهلا كان شوي قاسي على 14 أظهر بس ماشي الحال سامحنا هؤلاء الشباب ما في مشكلة وقلبنا منفتاح ونحن معهم للآخر مهضومين كتير بتمنينهم دايما النجاح ترودي ومسقراج وكل الشخصيات كانوا رائعين يعني سالي زمان ما اضحك تلات هل تحاولوا الشي ببكي كتير فالشي بضحك كتير شالي فزيعة عن جات هلا كلهم بقلو لكم حلوة وبتعقد وكذا وطب يدوجه هيك بس لا أنا واحد بيعرف حاله إذا هو بضحك أنا مثل يعني إذا في شي بضحكني بضحك من قلبي بس لا بكون طالع الزهقان بس كتير مبسوط وبتمنيه للمسرحية التوفيق واللي الزوان هاي اللي كل سنة تجدت أتسمع نشرة الأخبار شو بقلو لك هاي كل سنة نفس الشي مساء الخير الشتاء وفاجأة وزارة الأشغال بنهطول هي مبكرة أنا عم بقلقكم شو هطول يا مبكرة أنه بدكن ليلى عبداللاطيف يعني بتتوقع لكم أنه بدأتشت بنكنول أول كانول تالت لب هي دولة عبدالقاطر وفي البانوراما الفنية فلسطينيون يطلقون أغنية بعنوان أوباما جاي مستوحات من زيارته للأراضي المحتلة مهرجان القاهرة السينمائي في ورطة ميحريري تعيد الأمهات بأغنية جديدة أصال معجبة بغندي وحقيقة الغضب على هيفة وهبة أصدرت مجموعة من الناشطين الفلسطينيين أغنية بعنوان أوباما جاي تضمنت رسائل سياسية بأسلوب ساخر وناقض وذلك مع تزامن زيارة أوباما الأراضي المحتلة وتصور الأغنية الرئيس الأمريكي لدى قدومه إلى مدينة رامالة عبر حاجز قلنديا الإسرائيلي الفاصل بين مدينتين رامالة والقدس حيث يعلق في أزمة سير خانقة يعاني منها الفلسطينيون يوميا وتحاول الأغنية تركيز على المواقف السياسية الأمريكية من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وخصوصاً الانحياز الأمريكي لإسرائيل وخوف السيئة التي أقيمت في ظلها الدورة 36 لمهرجان القاهرة السينماء الدولي والذي انتهت فعالياته منذ أشهر إلا أن أزمة جديدة ظهرت مؤخراً من قبل الاتحاد الدولي الذي طالب وزارة الثقافة المصرية دفع مبلغ 120 ألف دولار وهي قيمة الجوائز المالية للفائزين عن فئة الأفلام الأجنبية والذين لم يستلموا منها شيئاً حتى الآن الاتحاد الدولي يطالب وزارة الثقافة دفع المستحقات تحت طائلة صحب الصفة الدولية من المهرجان لمناسبة عيد الأم أطلقت مي حريري أغنية جديدة بعنوان بعيدك يا أمي من كلمات داني الراسي، ألحان ياسر جلال وتوزيع توني سابة يالي غيابك أبض همي وأخذ الأمر اللي عايش فيه من بعدك شوب عمي اليمي مين البد ويخاف عني بعدما تردد أن المنتج المصري محمد فوزي غاضب من هيفا وهبي لأنها السبب في تعطيل تصوير مسلسله الرمضاني مولد بصحب غايب بسبب كثرة سفارها لإقامة الحفلات خرج محمد فوزي عن صمته مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة لأن مشاهد هيفا من المحتمل أن يبدأ تصويرها يوم الثلاثاء المقبل والعمل على المسلسل استؤنف من قبل وجرى تصوير أسبوعين ونصف منه لكن المشاهد كانت غير متعلقة بهيفا غردت أصالة على تويتر قائلة أنها أنهت قراءة كتاب جديد لغندي وشاهدت فيلمان عن قصة حياته مبدية إعجابها الكبير به وأضافت أصالة أجمل ما قرأت عنه من ثلاث كتب هي غندي وقصة تجارب مع الحقيقة وهو كتاب يحكي عن اللعنف وهو ما نحن بأمس الحاجة إليه خصوصا أن نغرق في دماء بعضنا وكتاب المهاتم غندي محرر المقهورين الذي يحكي عن قناعاته الشخصية وديانته وإيمانه بالله وبهذا الكتاب نخجل من أنفسنا عندما نفكر أننا متسامحون كما هو والكتاب الثالث والأخير هو الصائم حتى الموت وكان سبب صيام غندي اقتطال شعبه مع بعضه البعض مسلمين وهندوس فكانت محاولة صيامه ليوقفهم ومن ثم قالت أصالة نحتاج اليوم إلى مليون غندي وجيفارا ومندلة ليصوموا حتى الموت لكن هل من أمل في أن نرى عالمنا أكثر لطفا وأمانا ومحبة؟ رائد هذه هي أخبارنا الفنية للليلة نشرة فنية جديدة ماسا بكرة إن شاء الله شكرا لك شادي ياتيك العافية والآن طبعا تذكير بأهم ما جاء في نشاتنا صاروخ كيميائي معارض فوق حلم والنظام يرد عن نفسه الاتهام هذه جريمة أخرى تضعف إلى سجل المجموعات الارهابية نيران صديقة فوق أرسال ولبنان بصدد الاحتجاج دولة سورية كانت بعملية استفزاز كبيرة وبانتهاك كبير الشيعي الأعلى يزور الشرعي الأعلى مؤكدين استنكارنا وإدانتنا لكل ما حصل من مشكلات في الأمس القريب فرانسيس حبرا أعظم رسميا وكان في النشرة أوباما جاي شكرا للمتابعة دمتم بألف خير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة